منذ عشرين عاماً بل أكثر والولايات المتحدة الأمريكية تحارب إيران وتغولها في المنطقة كما ترويج ذلك في سياستها لكن إيران قبل توقيت احتلال العراق كانت أكثر عزلة عن الشرق الأوسط وبينها وبين التمدد في المنطقة سد كسرت واشنطن عام 2003 وتركت الميليشيات الإيرانية تموج في المنطقة تخريباً وإفساداً هذه النتيجة توصل إليها باحثون في جامعة لندن عندما أعدوا دراسة عن تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق ونقل هذه الدراسة موقع ذواير الهندي استهل الباحثون البريطانيون الدراسة بالتأكيد على أن أمريكا باحتلالها غير الشرعي للعراق حصلت على أكثر مما سومت عليه وأطلقت العنان لتدمير العراق سياسياً واختصادياً ومنحت إيران فرصة تاريخية لتكون قوة انتهازية في المنطقة وتذكر الدراسة أنه من تداعيات غزو العراق أن العالم أصبح يتسم بتعددية الأقطاب الفوضوية وعدم المساواة الصارخة والاستقطاب السياسي وأزمات اللاجئين وديناميكيات القوى العالمية المتغيرة مع الصعود الصين وعلى المستوى الإقليمي أصبح العراق بؤرة لتوليد الأزمات وبثها في محيطه فلا توجد فيه منظومة سياسية قادرة على ضبط الوضع الأمني وتحقيق الاستقرار ولا هي ذات سيادة حتى يتسنى لدول الجوار التعامل معها أو الثقة بقراراتها المرتهنة لمطامع الأحزاب والأهداف الإيرانية حيث باتت إيران تتبنى استراتيجية ترتكز على الاستعداد للتعامل مع جميع الأحزاب داخل العراق بطريقة قائمة على المصالح وبطبيعة الحال يتيح لها ذلك التأثير على المفاهيم الوطنية العراقية واستبدالها بالانتماءات الطائفية وخلصت الدراسة البريطانية إلى حقيقة مفادها أن النار التي تقول أمريكا إنها تسعى لإطفائها في المنطقة هي التي أشعلتها وما زالت حتى هذه اللحظة تصب الزيت عليها